معسكرات مكين التقنية بيئة تدريبية تهدف إلى تجسير الهوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل إلى جانب توفير فرص تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل في مجال التقنيات الحديثة وتمكنهم من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطورات التقنية مبادرة مكين هي مبادرة لتأهيل الكفاءات الرقمية في سلطنة عمان هدفنا تأهيل 10 ألاف عماني بحلول عام 2025 المبادرة تنقسم إلى خمس مسارات عملية أحد المسارات هو مسار معسكرات مكين وإحنا سعيدين اليوم بإطلاق الدفع الثالثة لمعسكرات مكين مع إتمام الدفع الثالثة إن شاء الله سيكون عندنا مئة شاب وشابة مؤهلين في تخصصات التقنية المختلفة محمد اليحيائي أحد المنتسبين لهذا المعسكر يحكي تجربته بعد إنجازه برامية مكثفة امتدت لستة أشهر ساهمت في تطوير قدراته والتوظيفة كما يقول طبعاً اشتغلنا على مجموعة كبيرة من المشاريع منها كان واحدة من المشاريع التي اشتغلت عليها كان sentiment analysis التي هي تحليل المشاعر من خلال النصوص من خلال معالجة النصوص كان أيضاً اشتغلنا على مشاريع كثيرة منها تحليل البيانات واستخراج نتائج من خلال تحليل هذه البيانات في المرحلة الأولى بدأنا أول شيء بلغة الدارد طبعاً هذه اللغة حالياً مطلوبة في السوق العماني اللي هي شغالة على cross platform اسمه Flitter قضينا معها تقريباً حوالي ثلاثة شهور بدأنا بداية مع الأساسيات بعدها بدأنا نتعمق فيها لغاية ما بدأنا نشوف على الاميوليتر UI تبع المشاريع اللي خضيناها مع المدرب حالياً شغالين على مشروع سموتركر المشروع هو تبع نافذ الشركات اللوجستية وهذا المشروع يتتبع الشحنات الموجودة سواء من داخل عمان أو خارج عمان ويركز البرنامج في دفعته الثالثة هذه على مساري تطبيقات الوب الشامل ومسار الأمن السبراني في حين أن الدفعتين الأولى والثانية أنجزت البرامج المرتبطة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والآخر في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية ومسار هندسة النظوم الميداني وتسعى معسكرات مكينة تقنية وفق خطة زمنية إلى تأهيل وتدريب قرابة عشرة آلاف باحث عن عمل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل أحمد بن بارك الدرمكي نسخة ترجمة نانسي قنقر